باعتراف الدول الأوروبية الثلاثة النرويج وإسبانيا وإيرلندا بدولة فلسطين ارتفع بذلك عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين إلى 147 دولة من أصل 193 دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة جاء عزم هذه الدول الأوروبية لاعتراف بالدولة الفلسطينية في ظل استمرار العدواني على قطاع غزة مخلفا أكثر من 35 ألف قتيل أغلبيتهم من الأطفال والنساء وفقا لحكومات الدول الثلاث يدخل القرار وحيز التنفيذ في الثامن والعشرين من أيار الجاري ويمنح فلسطين جميع الحقوق والواجبات كدولة مستقلة وأنه خطوة مهمة وأساسية على طريق حل الدولتين الذي يجسد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 ردود فعل عربية ودولية ثمنت خطوة الدول الأوروبية مع دعوات للدفع بمزيد من الدول الاعتراف بفلسطين كدولة لما يصب في مصلحة إنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وبحسب قانونيين دوليين فإن الخطوة وإن رآها البعض بالرمزية إلا أنها وبكل المقاييس مهمة جدا تمهد الطريق نحو الاعتراف النهائي والكامل بدولة فلسطينية مما يسهم في إعادة القضية للمربع الأول من دائرة اهدمام المجتمع الدولي كما تسهل الخطوة الطريقة أمام استكمال إجراءات الاستقلال التام مثل العلاقات الفلسطينية مع الاتحاد الأوروبي وإجراءات كإصدار الجنسية أو العملة وإجراءات اقتصادية القرار بحد ذاته أحدث بحسب خبراء إجراءات إسرائيلية وصفت بالانتقامية ومنها إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسل إيل سموتريتش رفضه تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية كما طالب من نيتنياهو بإقرار حزمة عقوبات بحق السلطة والمصادقة على عشرة آلاف وحدة سكنية منها أكبر مشروع استطاني شرقي القدس المحتلة إجراءات يرى نشطاء أنها ستؤجج الأوضاع في الضفة وغزة بما يعكس استمرار إسرائيل بالحرب وإثارة النزاع على عكس ما يدعو له قادة وزعماء دول عربية وغربية بحل الدولتين وإنهاء الصراع وسفك مزيد من الدماء في غزة والتساعي رقعة التوتري في الضفة الغربية ترجمة نانسي قنقر